تنفيذا لتوجهات سمو ولي العهد بترشيد الانفاق والمصرفات الحكومية التركيز على دور القطاع الاهلي والخاص في دعم المسيرة التنموية من خلال المشاركة المجتمعية أطلقت جمعية الخالدية الشبابية مبادرة البحرين أمانة حيث تتولى هذه المبادرة صيانة حدائق المحرق وتزيينها بيد أبنائها البحرين أمانة مبادرة شبابية تسعى إلى تعزيز ثقافة الشراكة المجتمعية بالتعاون مع القطاع الحكومي أطلقتها جمعية الخالدية الشبابية تماشيا مع توجيهات ولي العهد لترشيد الانفاق والمصرفات الحكومية فكانت صيانة حدائق المحرق الخطوة الأولى للعمل بتلك التوجيهات طبعا الفكرة من المبادرة نفسها أنه شلون نقدر نعيد صياغة أو صيانة هذه الحدائق بأقل تكلفة بتعاون مع وزارة البلديات وبلديات المحرق فعالية الطيبة التي تشارك الأطفال والشباب وتأخذ الفراق التي عندهم وتطلع في هذه المناطق ومثل الحدائق اللي عندنا الحدائق العامة الحمد لله اليوم شفنا الرسومات اللي توحي بالتراث والموروث البحريني الشعبي اللي فعلا يعني نشكر جمعية الخالدية الشبابية اليوم يمكن الواحد يتشوف الحديقة هذه عليها رسومات لكان بتكلم عن رسم أهم من كل هذه الرسومات اللي موجودة هي رسم مفهوم التطوع مفهوم حب الآخر مفهوم أنه أنت شون تهتم بممتلكات ما تكون ممتلكاتك الخاصة يمكن كثير من الناس يهتم بممتلكات الخاصة اليوم أنه أنت شون تقدر تراعي ممتلكات العامة اللي خلت لنا ياها الديرة ولنفس ما خلتها لنا عشان نستانس فيها هي تكون أمانة أمانة في رقبتنا هذه المبادرة تسعى إلى إطفاء لمسة جمالية وحضارية على حدائق المحرق من خلال برنامج متكامل يقوم عليه شباب الخالدية بالتعاون مع أهل المناطق وأطفالها يشتمل على الترميم والتدوير والتجميل والرسم على الجدران بالإضافة إلى التشجير مع مجموعة من أهالي المنطقة وابتدئنا انطلاقيتنا كانت من حديقة سماهيج وانتقلنا إلى حديقة عراد الحلو في هذه المبادرة أن أهالي المنطقة نفسهم هم اللي يو حطوا ياديهم معانا في الجداريات وفي باقي عدد التدوير وإن شاء الله يكون في حدائق باقي في منطقة المحرق وفي البحرين بشكل عام مثل هذه المبادرة نحتاجها نطور فيها يعني ديراتنا وأهالي ديراتنا يحتاجون يعني مثل هالمبادرة يساونها في كذا منطقة من مناطق البحرين أو بالأحرى يعني جميع مناطق البحرين فأنا كفنونة حبيت أشارك في هالفعالية وأتمنى يعني من كل مناطق البحرين يقيمون نفس هالفعالية أحبت هالمبادرة ويد وعجباتني الفكرة يعني وخصصا لأننا نلون بيدوتنا إشراك المواطنين في تحمل المسؤولية تجاه مناطقهم وجدرانهم يساهم في تشجيعهم على المحافظة على المرافق العامة ونظافتها وتعزز بداخلهم أهمية الالتزام بسلوكيات بيئة سليمة تكفل للمجتمع بيئة آمنة وسليمة تنعكس إيجابا على الصحة الجسمية والنفسية لأفراد المجتمع لتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواعد بحرينية شابة تزرع حداق المحرق بالحب وتلونها بالإخلاص من خلال مشروع شبابي تحت شعار البحرين أمانة خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر